مرافق بعثة المقدم في قناة فرنسا 24 واللي موجود مع البيعثة الفرنسية في روسيا السيد نظار برحب بحضرتك على قناة الاهلي طبعا حراك موجود في روسيا مع المنتخب الفرنسي فوز مهم جدا لمنتخب فرنسا على أرجوي صعود المنتخب الفرنسي لدور قبل النهائي لمواجهة بلجيكا كالين عندنا الأجواء والاحتفالات الموجودة حاليا في بعثة المنتخب الفرنسي المتواجد حاليا في روسيا يعني بداية الفرنسة أنا تركتها ورايا بعد المباراة الآن هناك سيارة في مصدف من نجني نوف كورود نبيل الذي يتارف عليه المباراة بين فرنسا ونوركوي حقيقة لنوركوي دخلت في المباراة بتطائر بجناحي واحد يعني ليسا بجناحيها ليسا بكاميرا قوة هذا هو ما حدث للمنتخب الأرجوياني بفقدانه لإدنسو كماني لاعب طريقة جامعة المهاجم الذي يعتبر الحل الوحيد بهذا المنتخب بجانب بيسوريز هذا المنتخب يحتمل على طريقة دفاعية كاملة خطة دفاع وخطة الوسط تقريبا يدافع بثمانة لاعبين ما يحدث بأن الحلول تأتي بهذه المهاجمين إذا ما يكون بمهاجم واحد يسكد أحد الأجنحة ويطير بجناح واحد وطير الذي يطير بجناح واحد يعني السوريز نظار تتفق معي إن غياب إدنسو كفاني بيمثل حوالي 50% من قوة المنتخب الأرجوياني هو ليس فقط 50% من قد يكون أكثر لأنه هو الحل البيديومي ليس هناك حلول بيديومي على الإطلاق في حالة غياب إدنسو كفاني إدنسو كفاني بيمثل حواليز وحده بإمكان السيطرة عليها بوجود الكيكي وفران وغولي كونتي في قلب في وسط الدفاع الفرنسي من السهل جدا السيطرة على لاعب واحد لكن لما يكون هناك لاعبان هنا من الصعوبة السيطرة على المنتخب الفرنسي الذي يقوى أيضا طبعا دعني أقول لك بأن قوة المنتخب الفرنسي هي العمودة الفقرية حارس موريس خطى الدفاع قلبها الدفاع أتحدث عن فران وغولي كونتي وبوغبا طبعا هذا الرجل الذي رأى في سيطرة والناخر الذي رأى في السيطرة اليومي يحتضران يعني نحور ركيزة المنتخب الرومانة المنتخب الفرنسي أضف إلى جريتمان وأمتابيه ويشيرو إذن العمودة الفقرية مكتملة للمنتخب الفرنسي الأطراف مكتملة ما كان يفتقده اليوم المنتخب الفرنسي يفتقد البلازماتوتي الذي كان ينعب على ناحية اليسارة البلازماتوتي اتكر طريقة جديدة في كرة التدم يعني من المعروف أن هناك بعض اللاعبين يقومون بدور بتاعي وهي في ذات الوقت بوكس تو بوكس ولكن مجموتي اتكر طريقة أخرى بوكس تو بوكس فاكس تو بوكس يعني يسر من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء ويعود إلى منطقة طريقي لنفس واحد وهي صعبة لللاعبين يعني نفس طويل جدا بوكس تو بوكس أكثر من رئاتين يعني قد تكون لديها أربع رئات ما أطلع النهاردة وتكلم على النقطة اللي حاجة بتتكلم في هذه وقال أنا عندي رئاتين زي كل البشر ما هم عندهم رئاتين وكانت لفتة طيبة جدا من كانتي طبعا زي حاجة بتقول بيقطع مسافات كبيرة جدا 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 في الملعب يروح التمنتاشر وبيرجع في نفس الوقت اللي فريقه في منطقة التمنتاشر لكن أستاذ دور عايزة أسأل حضرتك على مواجهة منتخب فرنسا للمنتخب البلجيك تفضل المنتخب الفرنسي ملاقات المنتخب البرازيلي ولا منتخب بلجيك ولا مش فرأة معه أي حد موجود في السيمي فاينل بالتالي هو جاهز لملاقات أي منتخب أي أن كان اسمه يعني بداية دعا أقول لك أن المنتخب البلجيكي استغل اليوم بعد موجود كاسبيرو وهو الرمان الرمان مضبوط لكان كاسبيرو موجود المباراة لن تكون بهذه الطريقة وأبضي لأن باولين لعب مخدر يعني هو مصاف باولين ليس فقط يعني هو فقط لعبينه يعني بخل فرنانديلي ولكن كان باولينيو بنص كلاكش كده يعني مش كامل أصلا كامل القوى الرجل العام هنا في المباراة الصادقة وتم تديره بفرنانديليو وكاسبيرو ترقى بطاقة الصفاء الثانية وهنا في حالة ترقيق بطاقتين من اللون الأصفر هنا تخرى من المباراة التي تحدث لو كان كاسبيرو موجود لما كان المنتخب البلجيكي تخطي براجيل بهذه الطريقة وإذا كان المنتخب البراجيل قد أهل وعادة كثيرو المنتخب الحروف كان قد يعاني كثيرا أمام القراضي إذن كان من الأفضل الآن هذا أفضل حل الآن توضيع القراضي للمونديان حتى تكون الأمور أوروبية محضرة يعني زيزة بيتنا نزبوت والآن الأصول المنتخب بالإستي هو عبارة عن كوتو تيست من المنتخب الحروف الثمانية والذات الشياشة التي تبعتها في الحروف الثابق ازدماج جبال معاجرين في المنتخب بمرواطي الياني لديك عديد من الأسماع في هذا المنتخب هي من الأصول أجنبية كامباني أسماء كثيرة هي من الأصول أجنبية من الأمم المهاجرين تم إدماجها في المنتخب الوطني وهو شكل جديد بالقرون البلجيكية في عام 2014 المنتخب البلجيكي كان هو أغلى المنتخبات في المونديان الآن هو يليك من أغلى اللاعبين المنتخبين بلوكاكو إبن عزار العديد من الأسماء بروين مطالق تتجاوز 100 مليون دولار يعني في السلطة الأمريكية إذن المنتخب البلجيكي يتبع سياسة فرنسا 58 فرنسا تستير على ذات القص عمنا المهاجرين يتمجوا وينعبون في المنتخب إذن هي مدرستان تتشابهان تماما يعني كفر بيست يعني أنا كنت لسه أقول لحضرتك تفتكر بقى تفتكر تيريون دي هيفكر إزاي هيفكر أنه يبقى مع المنتخب الفرنسي ولا مع المنتخب البلجيكي صعبة صعبة أستاذ نظار وجود فرد في منتخب بلجيكي طبعا وبيلاقي منتخب بلاده صعب جدا جدا يعني طب قال هي ممكن تكون نقطة ضعف للمنتخب الفرنسي وجود تيريون دي مع منتخب بلجيكا كونه طبعا نجم للمنتخب الفرنسي هو عارف إزاي منتخب فرنسا بيلعب إيه هو نقاط الضعف ونقاط القوة ممكن تكون نقطة ضعف للمنتخب الفرنسي ولا ديشوم عنده رؤية تانية طرحة يعني ديشوم هو بديه فكر كروي يعني هو رغم الاتفادات الكثيرة مزبوط في بعض الأخطاء التي تمت في خلال منتخب الفرنسي ولكن هناك فكرة مجموعة هذا الفكر يقوم بالمدرب اللذي لديه إبعاد كريم ديما أنا وشخصي وإحنا الناس أنتقد هذا الإبعاد كنت لسأ أقول حضرتك بالزبط بالزبط بالشغل يزليه ثلاث مرات يعني مش من الضراخ أنت ابن المهنة وابن ابناء الكثير هو ربيع ياسين وتعرف هذه التفاصيل يعني تعرف يا صديقي أن هذا النوع من المدربين يدين فكرة مجموعة ليس أن لا يكون هناك خمل وتيتر مغينا لعديدة في غرفة الملابس لأن المجموعة هي التي تؤدي ليس النجمة الواحد إبعاد كريم ديما هو هذا رأي الشخصي أنا واحد من النص أعتقد أن كريم ديما هو أبضر أربع ينفع للمتخب الفرنسي هو أصرع على أولوجي شعوب أصرع على هذه الطريقة إبعاد كريم ديما أخي بذلك إلى نصف النهاية أعتقد بأنه قد تفى ووصى يعني ليس هناك تقدير حتى ولو خرجت فرنسا من نصف النهاية هذا هو كان الصموح الفرنسي يعني هذا الفرنسي كان قد أعلن أنه يريد الوصول إلى نهاية إلى نصف النهاية وإذا لا أخرى من النهاية هذا زيادة خير وإذا توجب اللقظ هذا يعني طب يعني هو حلم يعني وحقق للفرنسيين تحقيق اللقبة الثانية خاصة بعدما خسروا اللقبة في عام 2006 أمام إطاليا ما يحصل الآن أنا جديد هو في يعني قائد الشفينة يجب يحترم هذا القائد يجب السكوت تماما حتى نخلص نحفين يجب أن نسكت يعني يجب اللا لكفر من الانتقادات وإلقاء النوم لأنه قد فرمض المهمة على الوسحى الثامن إذن في الوقت الراهن يجب تكتيك واضح هناك اختيارات كطفار كإرنانديز كتريزمان بعض الأسماء دخلت إلى المتخب لراحة العديد المزيد لم يكن في يومهم مثلا من سيدي بيت كان هو الظاهير حتى هذا المنزيان عندما أصيلا مع موناك وأدخل طفار الذي يرعب في تشانت في طريقة المانية وفي الشتكتر لا أصلا غير معروف حتى للطراسين غير معروف إرنانديز الذي يتوجه مع تلك كومدريد بنقب الدور الأوروبي الظاهير الأيسر حتى هو أصر عليه لأن بن سيمان مالدي على الرغم من قوته على الرغم من أداء الجيد إلى أنه يعود من الإصابة إصواره في بعض الأماكن المنتجة أعتقد أنه لديه فيك كروي وأصر على رأيه ورأيه الآن هو صحيح أنه وصل إلى اللفة النهاية حتى أنا لو أنتقدت ما قيمة هذا الانتقاب صح مزبوط أن تواصل الخطة بطريقة صحيحة وبطريقة ناجحة سيد نذار أخيرا تتمنى من وجوده في النهائي لو فرنسا صعدت للمباران أي هل كرواتيا لو فازت على روسيا ولا أنجلترا لو فازت على السويد يعني أنا بالشرك أنا من الأول من اليوم تهى دور المشموعات أنا كنت أقول أن النهاية فرنسا إلى الطرف الإنجليز لديهم رأي في هذا الموديل الكروات لديهم مستوى سابق أنا حضرت المباراة السابقة هنا في نيزمي نابوكروت بين درامار وكرواتيا على الرغم من إضاءة ضربة الجزاء السابق في أمام شمايكل من مدري في الدقائق الأخير الأخير على المباراة لأن الكروات لديهم جرود عجيب ويسيطون على المرفزة ولا يتفاعلون مع لا لديهم فعالات شازة لديهم انتعالات ويسيطون مكانات إبارة عن مكانات هما أجبع في الطريقة الألمانية أعتقد أن الكروات لديهم كلمة ولكن أتوقع من ناحيتي أن يكون نصف نهاية أن يكون نصف نهاية كرواتي ويخترها عقب ذلك يكون حديثة الحديث بإذن كان المتحدث على النهاية بعد أن يتعهل وتتأهل فرصة إلى جناية إذا تأهل سيد نذار إن شاء الله هنكون مع حضرتك على مكالمة إن شاء الله ونبرك لك على سعود منتخب فرنسا لها النهاية أيضا عشان نتكلم على المباراة النهائية أستاذ نذار نور بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معي على قناة النادي الأهلي وتكلمنا معك على ترجمة نانسي قنقر